أن في أي مجال ستأخذ المغرب كمثال ونشوف ترتيب المغرب في الصحة في التعليم في الاقتصاد في كذا ونشوف أين وصلت ونحاول أن نقفز بمستوى الثلثين يعني اللي ترتيبهم ستين مطلوب خلال عشرين سنة أن يصير ترتيبهم عشرين يقفزوا الثلثين لأنني ما أستطيع أن أنهض بالجميع بنفس السرعة يعني قطر ترتيبها اليوم في التعليم رقم سبعة على مستوى العالم كلها فطبعا هنا المهمة أن نتقفز بمستوى الثلثين فهدفها أن نصير ترتيبها ثانية أو الثالث ونستطيع أن نفعل هذا بس ما أستطيع أن أخذ دولة مثل موريتانيا ترتيبها في التعليم من مئة واربعين دولة مئة وتسعة وثلاثين وأطلوب منها تكون ضمن العشر لواء المستحيل صح لكن لو كل دولة في كل مجال قفزت بمستوى الثلثين خلال عشرين سنة هذا هدف واقعي ممكن أن يتحقق وملموس وقابل للقياس صح إذا نشتغلوا على هذا ونريد أن ننشر هذا الفكر في كل دولة حتى يصبح فكر على مستوى الأمة ويصير عندكم يا شباب هدف واضح جدا إيش المطلوب منكم أن تنهضوا بالمغرب خلال عشرين سنة في اثنى عشر معيار من معايير التنافسية في كل معيار تشوفوا وين ترتيبكم وتقفزوا في مستوى الثلثين لأن أنتم في المعايير لستوا في نفس المستوى في أشياء أنتم متقدمين في أشياء متراجعين الهدف أننا نقفز بمستوى الثلثين نفس الشيء بالنسبة للكويت نفس الشيء للسعودية نفس الشيء لكل دولة من الدول نقوم نقفز قفزات جيدة إذا نشرنا هذا الفكر صار عندنا أهداف تنافسية واضحة نستطيع أن نعمل لها ونستطيع أن نحدد وصلنا ولا ما وصلنا هذا أحسن بالتأكيد من الإسلام هو الحل صح؟ شكرا